بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحباً للمشاهدة بعض الحمد لله من الشيخ الألباني رحمة الله عليه هذا هو التابة الأولى من المدينة رابغ و هذا هو التابة الأولى من المدينة التابة الأولى من المدينة التابة الأولى من المدينة يسأل السلاة إذا يجب أن أفضل قطاعي عندما أفضل قطاعي أولي على قطاعي لذا ما أفعله مع القطاع الأولى؟ يجب أن أفضل قطاعها حتى أكتب أن أفضل قطاعها أو أتبعها على قطاعي؟ الشيخ رحمة الله عليه يقول أتبع القطاع الأولى على قطاعك حتى أكتب أن أكتب أفضل قطاعك ما أفضل قطاعك و بعد ذلك يجب أن أفضل قطاعك على قطاعك مع القطاع الأولى والذي كان يتبع فيها سؤال السؤال الثاني أين يجب أن أفضل قطاعك يجب أن يظهر عندما يظهر قطاعه قطاع قطاعك يجب أن يظهر في المكان أو يظهر إلى قطاعه الشيخ رحمة الله عليه يجب أن يقول ما هي مهمة لا يوجد شيء في السنة حقا 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 لا يوجد شيء في السنة يقول أين يجب أن تظهر حقا 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 قال عندما يظهر في المشاة ستظهر في المشاة وعندما يذهب إلى المشاة صلى الله عليه وسلم. لذلك هؤلاء 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 في السنة عندما تستمر وعندما تستمر تقول تشهد. أخرى من هذا ، لا يوجد أي أثناء في الحديث يجب أن تقول أين ترى عندما تستمر في ركوع أو أين ترى عندما تستمر في سجود لذلك يسمى معفو وعنو أو عفو هذا يعني أن الشريعة لم تقل أي شيء عنه و الله سبحانه وتعالى تعرفه شكرا للمشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله نزل